أهلا وسهلا أهلا بك نحن نتكلم في أكثر من ملف وانتظام الدراسة وأيضا وأشياء أخرى ولكن دعني أبدأ بالملف الأمني لأن هذه هي الأخبار الأحدث التي تريد إلينا يا سيد المحافظ تطمننا على الوضع الأمني دلوقتي وعلى كل هذه التطورات التي قرأتها لدتاو في الحقيقة أنا أود أن أشيد بأداء مديرية أمن الجيزة وأيضا بأداء إدارة الحماية المدنية في المحافظة وأداء المواطنين يعني مما لا شك فيه أن هذه الجهات عندما تتكاتف مع بعضها وتشارك بعضها في مقاومة الإرهاب اللي بتتعرض له الجيزة باعتبارها محافظة محورية ده أمر مهم يجب التنويه عنه والإشادة به أي مواطن يمكن أن يبلغ عن اشتباه في وجود أي أجسام غريبة مشتبه بها بالاتصال برقم 114 طيب إحنا نعرف إيه اللي حصل في المدرسة دي سيد المحافظ يعني إزاي التمكن حد أن هو يدخل داخل المدرسة ويزرع القنابل بجوار الصور وإيه وضع المدرسة دلوقتي أفلتوها؟ يعني إيه اللي بيحصل هناك دلوقتي؟ لأنه بعد تمشيط الحماية المدنية للمدرسة أمور ماشية طبيعية كان طبعا أنه فيه أيضا أمور أخرى خاصة بالتفجير أربع محاولة تفجير أربع أنابيب بوتجاز وكان معاها بعض الشرائح اللي بتعتبر جزء رئيسي من منظومة التفجير يعني الحمد لله أن هذه الأنابيب لم تنفجر بسبب أيضا إختار المواطنين وسرعة وجود قوات من الحماية المدنية يعني أصبحت حاليا قدرتها على الوصول إلى المكان سريعة بدعم من وزارة الداخلية ودعم أيضا مشترك من محافظة الجيزة طبعا إحنا نكلم على الفصل الدراسي الثاني سيادة المحافظ يعني الفصل الدراسي الثاني لسه بابر ده طبعا عندنا الكتب كلها وزعت المدرس كلها شغالة احنا عندنا أكثر من 3500 مدرسة كلهم شغالين عندنا في قرية كان فيها صلح بين عائلتين وأجلت الدراسة وبدأت الدراسة مرة أخرى يعني ده أمر معتاد يعني نقدر نقود دلوقتي جميع مدارس محافظة الجيزة عادت إلى الدراسة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مستمرة منذ وبدأت على مستوى الجمهورية في كل مدارس الجيزة طيب إيه بقى يعني إجراءات دلوقتي بخصوص أهم المشاغل اللي كانت أساسا يعني الأهالي من قبل عودة الدراسة اللي هي أنف الونزة الخنزير إيه الإجراءات اللي بتتخذها المحافظة للحد من انتشار المرض يعني وزع منشورات على كل المدارس والإدارات التعليمية كلها بتتوعي المعنيين واللي بيقوموا على الإشراف الصحي بالنسبة للثلاميذ هذه المنشورات وزعت على المدارس